بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا يا سادة الأحداث متلحقة وكتيرة بس والأحداث متلحقة وكتيرة لازم يبقى عندنا خط خط مهم جدا جدا اسمه خط البصيرة ازاي نشوف أحوالنا وخط البصيرة دوت اللي احنا أخدينه من قولة علبة للإنسان وعلى نفسه بصيرة وانا في الحقيقة مهتم من زمان قوي بمسألة علم جديد اسمه علم اجتماع التدين فكنت مهتم جدا جدا أشوف الأحداث دي بتعمل ايه في تديننا والأحداث دي بتعمل ايه في تغيراتنا لا شك ان الأحداث دي بتعمل تغيرات في نفسنا وكمان في البنية المجتمعية فاحنا لابد ان احنا نركز وندرس الكلام دي دراسة دقيقة وانا بعمل كده في الحقيقة انا مركز جدا جدا في الفترة دي ماذا ستولد الاحداث من دواير ممكن تأثر تأثيرات بعضها سلبي وبعضها ايجابي وعشان كده احنا بنسمع نركز بقى الحلقة محتاجة ان احنا نركز مع بعض لان في بعض المعاني اللي احنا محتاجين نفكر فيها بدرجة كبيرة جدا جدا وبعرض الكلام اللي انا بعرضه في الحلقة النهاردة دي على المهتمين بالشأن العام والمهتمين كمان بنفسنا والمهتمين بأحوالنا احنا لما بنسمع كلمة الجهاد اول شيء بيجي في فنة هو الجهاد في سبيل الله الا هو بيدخل فيه القتال بالسلاح لكن كتير من العلماء بيقسموا الجهاد الى نوعين الجهاد الاصغر وهو الجهاد القتال والمواجهة والدفع والجهاد الاكبر اللي هو جهاد النفس التأسيم ده مبني على حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام النسائي والبيهاقي وان كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث بس هو حسن بشواهده فهو حسن لغيري يبقى اذا هذا حديث حسن لغيري بيقول فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قدمت خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالوا وما الجهاد الاكبر قالوا مجاهدة على عبده هوى يبقى الجهاد الاكبر هو مجاهدة العبد هوى من ضمن الهوى اللي يحصل دلوقتي واحنا مشا نكون نواخدين بالنبي هوى شوية صعب ايه الهوى ده هوى النغماس في الاحزان والسقوط فيه مستنقع الكآبة اقصد هنا الاحزان والحزن اللي هو بيسموه الحزن من الاسود المانع من الحياة ومن حسن معاملة الله سبحانه وتعالى عشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن نوع خاص من الجهاد نوع خاص من جهاد النفس انا بسميه جهاد الحزن الاسود ليه طيب في الفترة اللي احنا فيها دي في ناس كتيرة هيلقوا فرصة لنفسهم نفسهم ان هم مش بس يكتئبوا مش بس يحزنوا لا يوصلوا الى الحزن العميق الاسود اللي بيخلي الانسان لا يستطيع ان يعيش ولا يستطيع ان يمارس حياته ففي الوقت ده احنا محتاجين ان احنا نتعلم من الاحداث اللي حوالينا اللي بتمر بينا عشان نوصل لمراضي الله سبحانه وتعالى مننا ومش هنقدر نتعلم الا لو عرفنا الفرق ما بين مصطلحين مهمين جدا الواقع والحقيقة الواقع هنا بنقصد دي الواقع اللي احنا شايفينه اللي هي مشاهد التلفزيون والاخبار ده اللي احنا شايفينه واقع تحت حينينا هل الواقع ده هو الحقيقة ولا الواقع ده جزء من اللي احنا لازم نعرفه عشان نوصل للحقيقة احنا لا شك حياتنا اللي احنا عيشينها دي بتخلينا ابناء الواقع بمعنى اللي احنا شايفين عشان كده بيبقى سهل علينا ان احنا نقع في سواد هذه الاحداث ونقع في سواد اللي احنا بنشوف يعني ايه الكلام ده احنا شفنا الواقع وقرينا احداثه من خلال رؤية مخطئة لما ظننا ان الواقع ده هو النهاية وان الواقع ده هو عين الحقيقة وعشان كده احنا بنمجهزين ان احنا نبتعد عن الحقيقة ونؤمن بالاحداث وده بيبقى شيء خطر جدا 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 علينا لان المسافة ما بين ايماننا بالاحداث فقط وعدم تمسكنا بالحقيقة يخلي فيه فجوة بنا هذه الفجوة يملأها تملأها سواد النفس عشان اوضح لكم المسألة لو شفنا الاحداث دي كده لازم نقول ان القضية مليئة بالسواد مفيش فرج مفيش حل الدنيا صعبة قوي وده واتها تلاقوه لما احنا نشوف كده هو في بعض الاحقيين نقول بدل فيه سواد بقى مفيش حقيقة لان الواقع هو الحقيقة فالحقيقة كده بتقول ان ما تنفعش تعيش بالاخلاق لان احنا لما عشنا بالاخلاق شوف العالم كله مش عايش بالاخلاق ولذا كتير مننا بيقول ان صاحب الاخلاق الناس بتدوس عليه والواقع بيقول ان البقاء للاقوى والاكثر خداعا بس الحقيقة بتقولها غير كده الحقيقة اللي بنؤمن بيها واللي بتبر لما بتبرون الاحداث بنقدر نكتشفها الحقيقة بتقول ان الانبياء جوم عشان يعلمونا الحقيقة والحقيقة ما كانتش هي الواقع اللي حصل احنا عندنا الواقع بيقول لنا ان البقاء اللي اقوى بس اللي حصل مع سيدنا نوح بيقول ان البقاء كان اللي اطيب مش اللي نجو مش كانوا الاقوى لا كانوا الاصلح كانوا الطيبين وعشان كده لازم نفهم الحقيقة لان احنا لو تجوزنا الحقيقة مش هنقدر نفسر الحياة وخاصة لما تمر هذه الاحداث وكذلك الصالحين وكمان الناس الطيبين بيعيشوا بالحقيقة لان الطيبة هي الحقيقة ليه لان في الحقيقة الشخص اللي بيعيش بان فيه حقيقة من عند الله انه طيب لا يقبل الا طيبة وان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بحقيقة اللطف والجمال والرحمة فغير قلوب الناس علمونا نحمد ربنا ونقول الحمد لله الذي اذهب عننا الحزن فالحقيقة لما تكون موجودة تزدب عننا الحزن ان ربنا لغفور شكور الناس اللي بتحيش ان الواقع هو الاحداث بيوسبهم تمن مصايب لازم نتكلم عنها ممكن تقول عليهم تمن مصايب او تمن مشكلات الناس بتقع بقى في ايه اول حاجة اللي شايف ان الحقيقة هي الواقع وان ما فيش مفر من الواقع وان نهاية كل حاجة هي الواقع اللي احنا بنشوفه اول حاجة بتصيبه الكمية يعني ايه الكمية الشخص اللي بيقول انا واقعي هو شخص كمي بيشوف الحياة مقفولة على الماضي ولانه عنده تجربة سوداء بيشوف ان الحياة كابوس حصل في الماضي ومستمر ان اللي اللي حصل في الماضي من خبرات هي حبساني وسجناني فيها ومقدرش تجوزها لكن الخبرات في المعنى الصحيح لما تكون عايش بالحقيقة الخبرة معناها شيء بتتعلمه في الماضي ويفتح لك باب تقدر تمشي به في المستقبل لكن الخبرة اللي بتغلق عليك وتحبسك في الماضي ما بتبقاش خبرة بتبقى والعاز وبالله كابوس الخبرة هي اللي انت تتعلمه ويفتح لك الطريق للمستقبل عشان كده ما ينفعش نقول للأحداث دي همراها ما اعتمر والظلم ده مش هيزول الله سبحانه وتعالى يقلب الليلة والنهار ان في ذلك العبرة ليقولي الابصار ما تقولش الكلام ده لا كل اشياء دي تتغير يبقى اول مشكلة ومصيبة بتحصل للشخص اللي بيعيش ان الواقع والحقيقة وان الاحداث دي بسوادها مشان يقدر نخرج منها ان هو بيبقى كمي ما يقدرش يفكر خارج الكم الحاجة التانية ان الشخص اللي بيعيش ان الحقيقة هي الواقع بيفقد اليقين ما بيقاش عنده يقين في التعامل مع الواقع ليه طيب اليقين هو اللي بيجن عشان نعرف نقرأ الواقع مش اليقين بيجن لما نقرأ الواقع احنا لما نكون متيقنين بان الله سبحانه وتعالى لطيف فبنقرأ الواقع بلطف الله مش ان احنا عا نبقى متيقنين لما ربنا يطلطف فينا فيبحث لنا اليقين ده عكس انت لازم تبقى متيقن عشان تقرأ الاحداث مش العكس الناس من هول الاحداث ممكن تفكر ان احنا مش متوقعين ان بعد ده ربنا ينصرنا وان النصر تأخر جدا فاحنا ولكن احنا عندنا يقين في ان الخير جاي لان ربنا عنده كل خير علشان كده ربنا وصانا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاحنا متيقنين بان الخير جاي ومتيقنين بان الله سبحانه وتعالى معنا لكن الشخص اللي بيعيش اسير الواقع ويخليه هو الحقيقة وما فيش بعده شيء بيصب الكمية وبيفقد اليقين الحاجة التالتة يصب السواد سواد النظر المشكلة ان احنا نما بنقرأ الواقع واحنا مش شايفين ربنا في كل شيء رغم ان ربنا علمنا اقرأ باسم ربك الذي خلق فللأسف احنا بنقع في معصية سوق القراءة سوق قراءة الواقع اللي بيوصلنا الى ان احنا نبقى بنقع بسرعة في الاكتئاب مش بس بنقع بسرعة في الاكتئاب بنقع بسرعة في اشياء كتيرة فتلاقي ناس بتقول مثلا وهي المساعدات دع تنفع في ايه واحنا يعني كنا سعالناهم بايه مهما عملنا مفيش فايدة الحكاية انتهت خلاص الحكاية ما انتهتش في ربنا لله الامر من قبل ومن بعد ويوم اذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم مصيبة الرابعة عند الشخص اللي بيحصل نفسه في الوقوع قلة الفرص لانه متخيل ان الواقع هو الحياة لذلك بنشوف ان مفيش عندك فرص لانك بتبص تحت رجليك وشايف ان الموجود في الواقع هو الحياة تم ربنا سبحانه وتعالى يخلق فرص جديدة ما كناش شايفينها وما كانتش موجودة ربنا ما عندوش واقع ربنا بيقول للشيء كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لان ربنا هو الخالق هو ما زال يخلق على الدوام سبحانه وتعالى عشان كده لازم نعرف ان الواقع مش هو الحياة هو فقط مظهر من مظاهر الحياة المصيبة الخامسة اللي بيقع فيها الشخص اللي كمان بيعيش ده بيعيش بانه هو ضرورة القوة للقدر على الاستمرار في الصراع ولازم يتوحش المتوحشين لازم يقبرهم متوحشين فيكره الحكمة ويكره الصبر ويكره الجلد ويكره ضبط النفس لازم تبقى متوحش عشان نواقع مليان صراع فلازم تبقى متوحش عشان تقابل توحش الصهاينة وتوحش الآخرين بس ده في الحقيقة هو وقوع وليس عيش بالحقيقة عشان كده لازم نكون جاهزين لمواجهة هذا الصراع المستمر بس بحكمة فلازم نتحصن بقوة ولكن مش بقوة توصلنا الى التوحش هم خلاص وصلوا للتوحش بس احنا مش لازم يكون متوحشين عشان التوحش لا يأتي بخير رقم ستة بقى الحاجة السادسة اللي بيعيش في مشاكل الواقع الواقع بيجعل الحياة مبنية على الضيق وليس السعة وعلمونا ان موادر ندرة بس الحقيقة ان موادر ندرة في الوجدان في الحصول عليها لكن ربنا سبحانه وتعالى خلى الحياة وسعة فالموارد وفيرة في الوجود لكن احنا بنلاقيها ندرة وعشان كده لازم نعرف ان الحياة كلها مبنية على الوسع فكل حكاية نحن محتاجين نبحث مزيد من البحث مزيد من العمل المصيبة السابعة هو عدم الإيمان بأي شيء خارج هذا الواقع انت مش بتؤمن غير بالبالبتشوفه امامك وده معناه اجرائيا انك غير متحقق بالإيمان بالله لان ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ففي عامل اخر لا ترى وهو ألطاف الله وتدبيراتي مولاك اذا لابد ان احنا نجاهد نفسنا اللي بتشوف الواقع فقط ومش قادرة تشوف الحقيقة لان هو ده الوسيلة اللي هتخلينا نخرج من الحزن العميق السلبي ونطلع للوسع الحياة اللي خلقها مولاك وساعتها سترى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها احنا مع الله وعنظر نتمسك بهذه الإجراءات أول شيء نحن نستبشر بوعد الله سبحانه وتعالى مهما ألنا الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه هيزداد إيماننا ونفقى نتمسك بقيمنا وأخلاقنا نتمسك بشهابتنا ونتمسك بوقفنا جنب إخواننا في فلسطين ونتمسك كمان بقيمنا ونعلمها لأولادنا تاني حاجة هنظل طول الوقت بنفهم معنى الحكمة وندير حياتنا لان احنا شايفين ان حياتنا مش هي الواقع والأحداث دي مش هي نهاية المطاف احنا معنا مولانا سبحانه وتعالى وعن عيش نبسل الحياة بوسع مولانا ومش عن خاف أبدا وده لا هو خرافة ولا هو نوع من أنواع عدم الحقيقة لا الحقيقة هي اللي خلتنا نشوف ان المسألة أوسعة وكم من المتجبر وكم من المتكبر الله سبحانه وتعالى أذهبه احنا نفضل متمسكين بالحقيقة والنجاة بتكون للطيبين وتكون لأصحاب القيم بتكون لأصحاب الأخلاق علموا أولادكم الدرس ده اني دايما في الآخ خالص أصحاب الأخلاق والقيم هيظل ليهم النصر والنجاة آخر حاجة لازم نعملها كمان ان احنا دايما نتعلم الدروس ونبص في الأحداث إلى ما بعد الأحداث وإلى ما قبل الأحداث لازم نشوف ان الأحداث دي جزء من صورة كبيرة جدا 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 لازم نشوفها والصورة الكبيرة جدا 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 هي الصورة اللي هتشوف فيها الأحداث من عندي الكبير سبحانه وتعالى مش من عندي أي حد يحاول إنه هو يخليك تشعر بإن الحياة قد انتهت الحياة لا تنتهي إلا بأمر الواحد الأحد والحياة لا تنتطيق لأن الذي خلقه هو الواسع لا تحزنوا هذا الحزن الذي يمنعكم من أن تتوسعوا وأن تعمروا وأن تستمروا استمروا فإن الله سبحانه وتعالى يحب الخير ويحب العمران اللهم عيننا على أن نجاهد أنفسنا فنغلبها فلا تستسلم لأحزاننا ولكن دائما تزيقنا حلاوة إيماننا اللهم اجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل الرشد وأهل البصيرة على الدوام يا رب العالمين يا سادة بعض الفاصل نكمل سرنا وما يستسلمش الأحزان ونتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل ممتد الله سبحانه وتعالى يرسل لنا ألطاف وتوفيق وسداد وعليه ويخلينا دائما متواصلين في خيره وفي مدده وفي نوره وتعالوا ناخد أول سؤال من أستاذ أحمد من سهاج أستاذ أحمد أستاذ أحمد أم أحمد أستاذ أم أحمد من سهاج تفضلي الله يخليك أخبارك عملي يا دكتور فضل ونعمة عاد الله يديك الصح يا رب ويديك العافة إن شاء الله أهلا وسهلا بحضرك تفضلي الله يخليك تسلم والله يا دكتور هو ما فيش حد في الدنيا اللي احنا جاعدين فيها دي مش معيه زعل وهو الزعل والحزن بيتم سيطر على كل الناس بس أنا عايزة حضرتك تدعيلي دعاء إنه ربنا إن شاء الله يزيح الغمة وربنا يشف عني يا رب طيب فاللهم إنه نسألك وأنت الشافي أن تشفي قلوبنا من كل أوجاعها حتى تصير قلوبا سليمة بنعمتك وبفضلك تحيا في كل وقت وحين يا رب العالمي الأمر الثاني حضرتك أنا أقول لحضرتك نصيحة في مسألة الأوجاع والهم دي أول حاجة لازم الإنسان يبقى دايماً كده الإنسان يبقى مستبصر يعني عنده حكمة لازم الأحزان دي الإنسان لا ما يبركش تحته ليه؟ لأن الأحزان دي في الحقيقة نحن نحزن على ما فات إما ما فات من وجع أو ما فات أي فاتنا فالأحزان دي في الحقيقة نحن نفسد بها وقعنا ومستقبلنا بلا معنى بلا معنى فالأحزان دي إحنا اللي بنصنعها لابد إن إحنا نهرف إن كما تفنى المسرة هو حد بيشك إن السعادة بتفنى كما تفنى المسرة المسرات مش بتفنى مش الأوقات اللي إحنا بنفرح بها ونسعد بتفنى فكما تفنى المسرة هكذا تفنى الهموم طب إيه اللي بيجدد الهم إحنا اللي بنجددها ولذلك لابد الإنسان يتقل الله في نفسه وما يجددش الهموم لازم يقول إن الهموم دي مرت وإن كل يوم هو ميلاد جديد لي أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني لازم ناغتنم ده فلذلك أول حاجة تعملي كده تعودي مع نفسك وتقولي إن كل الأحزان دي انتهت وفنت حاجة اللي بعد كده لازم تغيري بلنامج بلنامج اليوم بتاعك طول ما انت عندك نفس بلنامج اليوم وبالنامج اليوم بتاعك بيفكرك باللي فات الحاجة التالتة لازم تدخل أشياء مسعدة ليك في حياتك بالتلات حاجات دولة مع الدعاء كل ده هيتغير إن شاء الله ويتكون حياتنا في أفضل حال نعم معنا الأستاذ أحمد من الأليوبية أستاذ أحمد أستاذ أحمد موجود معنا أستاذ أحمد من الأليوبية لو سمحت بعد إذن حذلك حاول تكلمنا مرة تاني فيا سادة الأحزان مش بتخلص لما ننتظر حاجة تمشي الأحزان الأحزان ربنا جبعة عشان نؤمن بأن لا ثقيل والله يحمل هنا ما فيش حاجة تقيلة لا ثقيل وربك الجليل لا ثقيل وأنت في محل الألطاف في وقت التنزيل لا ثقيل وأنت بنظر الرحيم الذي عظم ما ينزل عليك من رحماته جليل فأنت ما تعملش كده ما تخليش نفسك تعيش بهذه الطريقة نعم أستاذ أحمد من الأليوبية جعلنا تاني تفضل أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشد الله العلي القدير أن يفبكم خيرا على هذا العلم والعمل المبني لتبصيرة الناس بما يرد الله يا رب أنا وانتم يا ربنا يقعنا طريق العمل فوق رؤوسنا وملء عيوننا الله يرضى عنك اتفضل محلتكم أحمد عروج من غرب شبرة الخيمان أهل محلتكم حضرتك الوالد توفى رحمه الله رحمه الله ان شاء الله يرحمه ربنا يا رب وتانا وموتى الناس أجمعين توفوا كان دايه مال وكان يخرج زكاة المال ولكن ليست بالنسبة المقررة في الشريع مين اللي قال لكم كده؟ كانت منقوصة مين قال كده؟ كنا شركاء معاه في الحياة طيب لأن في بعض الأحيان كتيرة الأولاد بيبقى عندهم وجهات نظر في أبائهم وأمهاتهم أن هم مقصرين فبيبصوا لكل أشياء اللي بيعملها الأباء والأمهات على أن هي فيها تقصير أنا شفت ناس أنا كنت بنفسي بشوف الأب بيخرج زكاته وبيخرجها للناس في كل سنة وكان بيروح للناس في بيوتهم وكان الأولاد بيدعوا أنهم بيخرجز زكاة فعشان كده بس ألحضراتك احنا عرفنا منين طيب أستاذ أحمد أنا عايز أقول لحضراتكم يعني يعني احنا نبص للحالتين في حالة ما كان هو مقصر في إخراج الزكاة لو كان عندنا مال نخرج هذه الزكاة نجبر هذا نقدر هذا الأمر ونخرجه في حالة إذا ما كانش عندنا مال فلو ربما كان بيخرجها بشكل مخطئ لأنه هو مش فاهم الحكم فإن شاء الله إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة وما السكره عليه صحيح دي أشياء ما يجهلهاش الناس لكن هو أخطأ وما كانش فإن شاء الله يكون في رحمة ربنا أو إذا كان متعمدا إن شاء الله نحسى بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعله في المخفور لهم إن شاء الله نعم السيدة مفريدة تتفضل أيها سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا شيف أنا وحدك بيننا خلافات ودايما يعني لما حدي بيجي يقول لي عليه مثلا ده بيقول عليك كذا أول ما تمرش فيها أنا عملت فيها كذا وديتها كذا وعملت لها كذا حرام علي آه يعني ده ليس من شمالة أهل الله لسبب واحد بس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين وإحنا تعودنا إن إحنا نخفي نخفي الصدقات والصدقات الناس لازم تفهم الصدقات بس مش في الأموال بس لكن هناك كمان صدقة صدقة المعونة إن في حد يوعين أحد ولذلك الله سبحانه وتعالى زم أناسا لأنهم يمنعون المعون يبقى إذن الصدقات ممكن تكون كمان بالمساعدة وبالخدمة فكونك حضرك ساعدتيها ثم بعد ذلك تكلمتي عن هذه المساعدة لو كانت نية حضرتك إن أنت بتتعجب بينك وبين نفسك نعم لكن لو كان أصدق إن أنت توجعيها زي ما هي وجعتك أو كان أصدق إن أنت تبيني منتك عليها لا الله سبحانه وتعالى ذم أقواما كمان يتبعون ما أنفقوا منا وآذا فعشان كده لا هذا ليس تصرفا حسنا طب وإذا هي أصدق ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني يا مولانا ما انفرجش عن نفسنا ما حدش قال ما تفرجوش عن نفسكم عزين تفرجوا عن نفسكم إن اللي هي بتعمله ده الحمد لله عملت كده عشان ربنا سبحانه وتعالى أردني ثوابي وكل عطاء أولية يكون كامل فسلوتي ماذا نظر مولايا سبحانه وتعالى فأخلاص كل ده معلوم عند الله أنا أعلم مين أعلم الله ولا أعلم الناس طب أنا إذا علمت الناس ما الذي يزيدني هو يزيدها خسة لكن بيقلل مني أنا كإخلاء كمخلص باعتباري مخلص لا ده يقل مني فأنا رأيي لحضرتك لا ما تعمليش كده ولزاك رسول الله عليه وسلم قال ليس قوي بالصرع لكن قوي من يملكه نفسه عند الغضب أنت لما بتيجي تعملي كده بتعملي كده وأنت بتستجيبي للغضب لا ما تستجيبيش للغضب طب هم هنا أنا معه كده بنكتب في نفسنا لا إحنا مش بنكتب في نفسنا إحنا بندخل في قوله تعالى ونفسنا وما سواها فألهمها فجورة وتقوى قد أفلح من زكاه ما أنا بقول للحقيقة آه أنا ما أنا بقول للحقيقة بس مش كل الحقيقة ديت مش كل اللي أنا بعمله لازم أتكلم عنه حتى لا يذهب السواب أنت عايزة حد يقول آه أنت عملت وعملت طب ما فيه ناس بيعمله وبعد كده بيكونوا أول من تسعر بهم النار فلذلك خليك في مأمن ولا تتكلمي بما أحسنت به إلى الغير إلا إذا طلب منك في شهادة أو طلب منك في أي شيء آخر غير كده لا تتكلمي حتى يبقى ثوابك بأكملي وغيره منقوص وحتى لا يضيع نعم أستاذ صلاح مزأزيئي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي عدريك يا دكتور فضل ونعم الحمد لله آسف لإزعاج حضرتك سؤالين بسرعة جدا لا مفيش إزعاج ده فيه إزعاج ده فيه إزعاج مفيش إزعاج تفضل تعيش يا فندم صلاة الجنازة فيها نية ولا فيها شنية فيها نية طبعا أقول إيه إن أنت تنوي أن تصلي على من حضر من أموات المسلمين أقول إيه أقول نويت إيه كده زي ما أنا قلت كده نويت صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين إن أنت بتصلي على اللي موجود ده طيب وصلاة الجمعة أقول نويت أصلي الجمعة ولا أصلي الضهر لا نويت أصلي صلاة الجمعة لازم تنوي صلاة الجمعة. طيب. اخر سؤاله بسرعة جدا وقاسف للتكويل. اه في بعض الا امه بيتروخوا السافة بعد اه نوات اصالي. بعد. بعد. الناس تقرى الفتحة. الصح نستنى لان مرة بنصلي راح الامام بخلص الفتحة وقال الصورة الصويرة. ففي امام تاني بيسيب الناس تقرى الفتحة. رأي حضرتك ايه? وقاسف للازعاج. ابدا سيد ربنا يزيدك يزيدك فضل ويزيدك كرم. بص يا سيد ما فيش ازعاج خالص. بس اللي اتنين صح. بس مين الاولى? احنا عندنا دلوقتي عندنا واضح ان الايمة جماهير العلماء. جماهير العلماء على ان قراءة الفتحة روك من اركان الصلاة. فإن اللي حاصل? فعنقرأ الفتحة. وهم اتفقوا على وجوب الانصاط في سماع الفتحة. في سماع الفتحة. طيب وما بعد الفتحة يمكن ان اقرأ الفتحة والامام بيقرأ السورة. فسواء توقف الامام وترك لك فرصة ان تقرأ الفتحة او لما توقف انت تقرأ الفتحة بعد قراءة الامام في شرطة. وليس عليك اسم وليس عليك اي نوع من انواع الكراهة. يبقى انت بعدما الامام بيخلص هتقرأ الفتحة. سواء ايهما افضل? حسب احوال الناس. حسب احوال الناس ليه? لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فرق ما بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد. احوال الناس لو انه هذا يطيل على الناس. ايه اللي حاصل? يبقى لا يقرأ السورة مباشرة وهم يقرأوا فيها. لا ده الناس واخدين على كده ويحبون هذا. وهذا من عاداتهم. زي مثلا اخواننا في الشام كانوا عندهم عادة ان هم يتركوا هذا. احنا اهل مصر لا نترك هذا. فايهما افضل? ايهما افضل ما يتناسب مع حال الناس في مسألة عدم الاطالة على الناس في صلاة الجماعة. لان صلاة الجماعة من امير الركب اضعفهم. ولذلك من من اما بالناس فليخفف. لان بعض اللحيين الناس هتقعد فترات طويلة ويقول لك اصلاة بقرأ الفاتحة بالتحقيق. ولذلك ايه الافضل? هو ما يكون مناسبا لحال الناس. نعم. استاذ محمد من ضمياتي تفضل. اهلا وسائل استاذ محمد. لو تنهب شيخ عمر العقدة الاشعرية. العقدة الاشعرية. يا سيد محمد ممكن بس توطي التلفزيون تسمعني من التليفون لان ان انت بتسأل عن العقيدة الاشعرية. اه الاخبة العشعرية والميتوريديا هي الصحة اه دكتور? اه طبعا لان هي عقيدة اه عقيدة الازر الشريف. وعقيد اسمع بس يا سيدي استنى بس يا شهر محمد عشان خاطر بس يا سيدي اسمعني وركز العقيدة الأشعارية والمتردية هو عنوان على عقيدة المسلمين بالضبط العقيدة الأشعارية والمتردية بالضبط زي الفقه كده زي ما فيه فقه فيه عقيدة ده عنوان على الطريقة المعتبرة المعتمدة عند أهل العلم من المسلمين وليس معنى ذلك إسمع مساء وليس معنى ذلك إلا إنه ودوة العلوان المدقق المحرر لعقيدة المسلمين مدرستين كده زي مدرست عندنا في الفقه كده في مدرست أهل الرأي ومدرست أهل الحديث دول مدرستين كبار ورثها العلماء عن الصحابة كذلك العقيدة الأشعارية والعقيدة المتردية لتنين ورثها العلماء عن الصحابة فدولا هم خلاصة عقيدة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة اتفضل سمحت يا شيخ عمر أما الواحد يامل لنكف صمعة طيبة أو يحفظ على يد رياء لا الإنسان لازم يكون عنده حسن أخلاق إظهار حسن الأخلاق ليس من الرياء لكن الرياء هو أن يكون حسن أخلاقك تقصد به الناس أن أنت تظهر بحسن الأخلاق فضل من ربنا ده كمان ده كمان ربنا سبحانه وتعادل ده شكل من أشكال القبول لكن أن تقصد بهذا وجه الناس ورضى الناس هو ده اللي اسمه رياء شكرا يا دكتور عفوا يا سيدي يا سادة احنا النهاردة تكلمنا مع حضراتكم عن حاجة آفة أنا شايفها بتنتشر وما أقدرش أسكت لازم نحاول نقومها ونحاول نواجهها ونحاول يكون عندنا جهاد للنفس فيها وهو جهاد الحزن العميق فنجاعد أنفسنا في هذه الأحزان العميقة بقابل ناس كتيرة أن أقول لك مبارح جي حد قال لي هو احنا أهلين ربنا غلط إيه ده إيه ده ده المسألة بتوسع وعشان ما ربناش على أن احنا نحزن لا 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 أهلين كانوا ناس طيبين يعرفوا ربنا وكانوا أتقياء كان الواحد فيهم عنده عبارة لطيفة خير ربنا مالوش آخر كان عندهم علاقة لطيفة هم اللي خرجوا الناس من الهزيمة إلى النصر احنا خرجنا من الهزيمة إلى النصر ببركة الناس الأتقياء أهل اليقين أهل الخير جاي فلازم نعيش في أن الخير جاي ولكن في نفس الوقت نكون من أهل الاتزان سبتين على قيمنا سبتين على أخلاقنا سبتين على مرؤتنا سبتين على شجاعتنا وسبتين كمان على تمسكنا بأرضنا وأرضنا وفي نفس الوقت مندعم إخواننا ولا نقبل ظلم ظالم مهما كان غطرسته ومهما كان عدوانه نحن لا نقبل العدوان لأننا نحيا وسندنا الرحمن يا سادة خلينا دايما متمسكين وسبتين وأنوار رب العالمين ترين الوسع لأن الواسع الكريم خلق الحياة أكبر من الأحزان لأنه كريم وهو الرحمن يا رب العالمين أرنا وسعك في كل وقت وحين على الدوام يا رب العالمين يا رب العالمين